الآن عامة الناس نسمعهم ايش اذا يعني حنث في يمينه قال يلا عليك صيام ثلاثة ايام مو صحيح غير صحيح من يصومه يستطيع ان يطعم او يستطيع ان يكسر او يستطيع ان يعتق صيامه نافلة ولم يكفر عن يمينه مسألة صعبة الناس متساهلون في بالهم على طول الحلف اذا حنث فيه كفارته صيام ثلاثة ايام غير صحيح الحنث في الحلف كفارته اطعام فان لم يكن كسوة او كسوة او عطق ان عجز عن هذه الثلاثة انتقل الى الصيام ولا يجوز له ان ينتقل الى الصيام وهو يقدر على واحدة من هذه الثلاث واذا قال الله تبارك فان لم يجد يعني لم يجد مساكين او لم يجد من يكسوهم او لم يجد رقبة او لا يملك ان يعتق لا يملك ان يطعم لا يملك ان يكسو ينتقل الى الصيام اذا اما انه لا يملك وامنه لا يجد يعني لا يجد فقراء مساكين لا يجد كسوة لا يجد رقابا يعتقها فهنا ينتقل الى الصيام قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام جاء في عن ابن مسعود انها متتابعة ان هذه الايام لابد ان تكون متتابعة وهذا احوط الذي يصوم كفارة يمين الاحوط ان يصومها متتابعة انه قد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه لكن لو صامها متفرقة عند كثير من اهل العلم يصح الصوم ولكن الانسان لماذا يضع نفسه احتمال يصح احتمال ما يصح يصومها متتابعة قال ذلك الذي ذكر كفارة ايمانكم اذا حلفتم اي وحنثتم اذا حلفتم وحنثتم